هنا تنتهي مسيرة نزوح استمرت لأيام وتبدأ رحلة لجوء قد تمتد لسنوات هذه العائلات لحقت أخيرا بجيرانها الذين عبروا الحدود إلى موريتانيا فرارا بحياتهم نحن مقدمون من قرية السوكبارة التي غادرناها قبل ثلاثة أيام كانت رحلتنا مرهقة للغاية الأطفال تعبوا كثيرا والدواب التي تجر العربات أصابها الإعياء قرى مالية بالكامل هجرها أهلها كما تفيد الأخبار الواردة من شماله البلد منذ بدأ الجيش المالي حملة أمنية في الشريط الحدودي بدعم من قوات فاقنر الروسية التي يحكي النازحون عن فضاعات ترتكبها بحق البدريين نحن جاءنا على سبب الخوف جاءنا الدولة مالية ومعاه فاقنر مرتزقة فاقنر تقتل الناس تقتل البشر وحتى الحيوان وعملية النهب للأموال الناس وعملية السرق ومخالق أي حد عنده حق في أرض هو تقدر جهات موريتانية تعداد النازحين خلال الفترة الأخيرة بنحو خمسين ألفا غالبية لم يستفيدوا بعد من مساعدات أو دعم إنساني ولم يدرجوا في سجلات اللاجئين الأممية لذا فهم يتجمعون للقاء كل وافد عساه يكون متميا لجهة إغاثية يعيش النازحون الماليون إلى موريتانيا أوضاعا بالغة الصعوبة بسبب النقص الحاد للغذاء والدواء وانعدام السكن اللائق ويهدد تسجيل حالات من مرض الحصبة بينهم بانتشار وبائي للمرض ينذر بكارثة إنسانية ويزيد أعباء العمل الإغاثي إبراهيم الصفا العربية قرية كلايفا قرب الحدود الموريتانية المالية